أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا يا رب بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائم نحقاء ومن القائم نحقاء اجعلنا فيه من المعتوقين من النار يا رب اعتق فيه رقابنا من النار ورقاب أبائنا وأجدادنا وأسلافنا وإخواننا وأحبابنا وجيراننا واعتق يا رب فيه جميع المسلمين من النار وصل الله على الحبيب المختار وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أمنين يجي يفرض شي حاجة على العباد دياله ما يجيش يقول لهم صوموا وصافي ولكن يوري لهم المقاصد يوري لهم الربح اللي يديه ومنين ابن آدم يبغي الربح ديال الدنيا يذكر له ربح تربح ديال الدنيا هو يقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفر ولكن يورسل السماع عليكم مدرارا ويمديدكم بأموال وبنين مشي من استغفر ربنا غادي يغفر لك فقط لا يعطيك شجاء ويعطيك المال ويعطيك الوليدات كي يقول لك طعن طعربي مشي تربح بيها غير أخيرا تربح بيها حتى الدنيا يقول استغفار هو علش تصوم استغفار مشي غفر لك لا يذني وقالك لكن مشي نغفر لك غير ذنوب يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولكن يورسل السماع عليكم مدرارا ويمديدكم بأموال المفلوس وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وش حال كالحاجة أنت على خيرا استغفار شحال ايه واحدة إنه كان غفارا الحواج الأخرين كل شي غير نتعى الدنيا يرسلكم الشتاء من السماع يعطيكم الأموال يعطيكم الوليدات يعطيكم الجنانات فيهم الفواكه يعني هاتش كوشي الدنيا معناها يا هذا المؤمن إلي اطيع الله ما شي غدي فقط تربح غيلة خيرة لا غدي تربح بعد الدنيا الدنيا غدي يكون القلب ديالك مطمئن غدي العائلة لنتعك تكون مستقرة غدي نحفظ لك الوليدات لنتعك غدي نحفظ لك الصحة لديالك إلي اطع تربيه يحفظ لك الصحة يحفظ لك الوليدات يعطيك المال ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه يعطيك حتى الرزق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقعوا واسموا لا فتحناه علي مبركات من السماء والأرض إذن ربي من يقول لك أنا فرط عليك هالشي ما شي غبيش تربح في الأخيرة لا حتى الدنيا يقول لك سيد ربي صبحانعوز زوجت على الحج وأذن في الناس بالحج يزيد ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فجينا علاش ليشهدوا منافع لهم بعدها تربحوا المنافع أنت على الدنيا تبيعوا وتشريوا وتشوفوا وكذا بلا ربح ديال الأخيرة بلا ربح أنت على الأخيرة وكذلك الصلا ما شي غادي تصلي فقط ماش يغفر لك سيدة ربي قال لا ومنين تصلي غادي تنقي روحك غادي تطهر روحك غادي تنهاك على الفحشاء والمنكر وكذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا هالعباد ديالي ياللي آمنتوا بي كتب عليكم الصيام فرط عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم ما شي غينتوا ما لا راني فرطوا على كل شي الأمم السابقة ما تحسبوش باين لا راني فرطوا عليكم أنتم ما راني فرطوا عليكم أنتم ما كما فرطوا على كل شي من آدم إلى يوم القيام أي كل الأمم التي سبقتكم إلا وقد افترض الله عليه الصيام فأنتم لستم بدعا من الأمم إنما أفترض عليكم فريضة افترضتها على الخلائق من قبلكم يعني ما أنتم مش غادي شعاجة غادي تدير شعاجة غيبوا أحدكم زود كما كتب علي الذين من قبلكم أعلاش لعلكم تتقون ما من العلكم تتقون تجعلوا بينك وبين النار وقاية يعني بحال الصيام واسمه بحال الدرع ديال المقاتل في القتال الدرع لم يصلح لماذا؟ يحميه من ضربات العدو احنا العدو ديالنا شكور؟ الشيطان إلا وغدنا عما سيدي الشيطان تقلبوا أسمه تصوم قالنا لم يصلح عليه وسلم ضيقوا مجاريه بالجوع الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع إذن فهو تتقون أي تجعلوا بينك وبين عدو الله وبين عذاب الله وقاية وقاية لا يكن تتقون وش حال؟ أيام معدودات ربي يخفوا يقولك زعماء أري فرط عليكم هالسيام كما فرطتوا عن الفايت وارري فرطتوا عليكم باش تربحوا باش تكون الوقاية غادي باش الله تبارك وتعالى يقيكم بالصيام من لما يؤدي إلى العذب وش حال؟ أيام معدودات غيش أيام قليلات أيام معدودات زيد فمن كان مريض أرفعتوا عليكم وإننا كان مسافر أرفعتوا عليكم إلا كنت مريض ما تصوبش وإلا كنت مسافر ما تصوبش فمن كان منكم مريض اللي كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام من أخر حتى يرجع المسافر ويردوا وحتى يبرع ويشفى المريض ويردوا زيد وعلى الذين يطيقونها اللي مقدرش يصوموا بحال الشيباني الكبير زيد واللي خدام فاش في الأعمال الشاقة بحال ذو كله في الحبز زيد واللي عنده المرض مزمين بحال السكر يدير يدير يبراء أو اللي فيه الكلاوي يبسين أو اللي فيه المعدة ما يمكنش يصوم هذا واسمه هذا قال له ما يصومش عنده الأجر ديال الصيام زيد ويفدي عن كل يوم يطعاموا مسكي شحار يطعمت على المسكي شحار الفيديا الفيديا اسمه هي هي المد والمد هو ربع الصاع احنا عندنا الصاع هو أربعة ديال الأمداد تقريب زوج كيلو ومية وقمس وعشرين قرام اضربوا لحساب هذا هذا الصاع احنا عندنا على حساب الدقيق ديال فورس غادي يجي مثلا واحد ثلثميات دوره ولا ثلثميات دوره تقسمها على أربعة أجي سبع جي ثمانين دوره وقع ديال وقع مية دوره وقع يعني ما تصوم شي تعطيك ربي لاجر تاع الصيام ياللي ياللي راك تدير السكور ياللي فيك السكور ياللي ما تخدرش تصوم را ربي يعطيك الاجر ديال الصيام كامل وواحد النهار النهار كل نهار ديال رمضان تعطيه مية دوره المسكي مية دوره توكل واحد وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله بكري كان اللي عنده الفلوس واسموه يديا يعطيه الفلوس وما يصومش في اللول قول ما يتفرض على كل شي الأغنية كانوا زيد يعطيه الفلوس وما يصومش وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لأنه كان مخير في البداية كان المسلم مخيرا إما أن يصوم وإما أن ينفق لكن بعد ذلك فرض على الجميع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر زيد فليصوم ففرض على الجميع بعد ذلك المقصود أنت أنا واسمه أن الله تعالى سبحانه منين يفرض عليك واحد الحاجة يقول لي لك الخيرات ديالا ربي قادر يقول لك تخدمها للحاجة لكن سيد ربي يحبب إليك العبادة يقول لك هالربح ديالك أنا فرض عليكم الصيام وماشي غين تومها فرضتوا عليها على الخلايق وتعرفوا على شفرضتوا عليكم باشا ربي ينجيكم من النار فهو وقاية لكم من النار زيد ولي كان مريض ما عليش حتى يبرى ولي كان مسافر ما عليش حتى يقول لي ولي قا ما يقدرش يصوموا عنده مرض مزمين ايف ديف كل نهار يطعم مسكين اذن هذا هو سيد ربي احنا الفكرة اللي خسنا نعرفه هي أن الله تعالى يحبب إلينا ما افترضه علينا باش يبين لنا الحكمة من تلك الفريضة ويبين لنا المقاصد الشرعية المتوخات من وراء تأدية الفريضة ويبين لنا الأرباحة في الدنيا التي نلمسها من وراء العبادة ويبين لنا أيضا الربحة والفلاحة في الآخرة انت منين تبقى تدير ذيك العبادة تديرها وانت فرحان علاش لأنك تستحضر الخير الذي يعطيك الله تعالى وأنت تقول الخير ديال الدنيا وديال الأخيرة معناته اللي ما يصومش محروم من الخيرات انت على الدنيا وانت على الآخرة يا لاطي الآن الفكرة اللي أولى راحنا وصلناها واسمو هي الفكرة اللي باقينا أربي منين يبغي يفرض عليك واحد حاجة ما يفرضهاش عليك ساك اللي يقول لك لا هالخير اللي فيها هالربح اللي فيها إلا درتها راك ربح في الدنيا ولا خيرة إلا ما درتاش غادي تولي التعذب هذ ناس بساكين اللي الناس تصوم وهما يمشيوا يأكلوا بالدسة رامر بيء مريحي وعلى دبران فيه كبير الله يستر يا ربي يأكل مدسوس زيد وهذا اللي خرجي علينا في المغرب غادي يقول لك يخصنا احنا الحرية نتاع الإفطار العلني كل عام يخرجوا علينا يقولوا الناس دي احنا حتى احنا عندنا حرية أعلش تبلعونا القهوي أعلش تبلعونا لزوتين احنا يا ما ناكلوش احنا ما نصوموش دايرين الشعار ما صايميش ما صايميش وخا سيد انت ما صايمش بينكم بين اللي خلقك تاكل كون بينكم بين اللي خلقك في الدار قال كلاما ما ناكلش في الدار النوضو نجتمعوه في واحد النهار عن طريق ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي ويدير واحد النهار يخرجوا فيه يفطروا قدام الناس نهار لاربع سبعة رمضان راحنا نتلقى وحنا البنات والولاد اللي ما يصوموش وعندنا حرية حتى احنا في هالبلاد مخصبش يقهرون المسلمين ونخرجونا كله قدام الناس ايوا بزا ما تجي احنا دولا مسلمة وحنا يا الله يحفظوا يستر رامجون النصارى ويحترمونا وخا ما يأكلوش وخا يأكلوه ولكن ما يأكلوش قدامنا يحترمونا واش انتمو أولاد المسلمين اعباد الله انا كان نقولها لكم أوليداتي قبل رمضان يا أوليداتي الله يجازيكم بخير واش هاد الشي كله عم تديروهن علاش تفتنو المسلمين مبغيتوش انتمو سيدي تصومو بينكم وبالليخ لخكم راح ربي ولي حاسبه ماش احنا بحاسبه ولكن احنا واسبه ننكره عليكم ما ننكرهش عليكم المسألة اللي بينكم بالربي احنا نتمناولوكم انتصوموا باش تكونوا مزيالين نبغيو لكم الخير في الدنيا ولا خيرها لكن لا ما بغيتوش ما غدين ديلكم لا اكره في الدين ولكن اللي نكره عليكم هو اكثر هو انكم تتجرؤون على حرمة رمضان وتعتادون على مقدسات المسلمين وفي هذا اهانة للأمب وإهانة لدينها الله يستر ياربي ولذلك احنا نستنكر ذلك هاش ديرو هاش هذي النقطة الثانية النقطة الثالثة ارانا اللي غادي يصوم كاين الله يحفظه يستر اللي غادي يصوم زوج انت عن الناس قلب رمضان شيء واحد يا رب رم جاوذو كل يام الوارين مولانا لا اله الا الله لا اله الا الله ما غاديش تقدر نقال كمي ها ربي ها ربي ها ربي ها ربي ها ربي يا مولانا جايتك لي يستثقل قدوم رمضان ويكره لقاء ضيف الرحمن مع كل الخير الذي يأتي به من الديان قغيته قغيته اللي ما يفرحش بالقدوم تعصيام رمضان جا ما يصومش الله لا ينظر إلي ولا يقبله منه سمعني انتظرك يا ولدي انت اللي غادي تصوم ولكنك تستثقله واتكره لقاء ضيف الرحمن انت يا في كل ليلة التالية انت عشعبان ما يشوش فيك الله يقول لك انا غاني على الصيام ديالك واشي لا سمت غادي تغنيني ولا لا سمت غادي تزيدلي في الملك الى تصومرك سمت روحك واشي انا غادي تزيدلي شي حاجا ما بغيش تصومو كرة الصيام واخد جوع ولا ما انقبلش منك صوموا اللي اجلس انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل مينكم انتوا ما كارهين شرع ربي ديروا بالسيف بقابلوش منك حالت مثال جايك بحظيف وجايبك الخير بخير وانت تطلقى الهين عند الباب تقول له انا لطيف انا جيت بعدا واسمو جيت دير عندي ما عنديش انا الدارة انا لوطير دور في انت مشي هاتي يجي دير يدخل عندك يقول لك يا وعدية الاستقبال يا موحاندي قال لك سافة سدي السلام وعلك ما عندي موحاندي هذا الصرف فمن استفقل قدوم رمضان وكره لقاء ضيف الرحمن فالله تعالى لا يقبل من العبد ان يقوم بالعبادة وهو كاره لها دير العبادة انت كاره والله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كما قال سيد ربي سبحانه عزيزي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا المنافق نظر يصلي ولا ما نظر يصلي نظر يصلي ولكن قام كيف اشقام كسول يمشي يصلي وكسلين كاره قاله ربي ما محتاج هالصلاة اللي ينفقه هو كاره ما مقبلكش لهذا لانه فقه اتصوم انت كاره ما قابلش منك خسك دي ذكشي طيبة بها نفسك فرحان برحمة ربي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون انت يا يحزنك وتحزنك طاعة والله لو كان كان قلب ديالك فيه الإيمان غادي تحزن وتكره الطاعة والله إلا تكره الطاعة والله ما قابلش الله منك وإذا كان قولك أولدي يا اللي رأى رمضان قريب لك وانت الأمرك تخمم وكتقوله يا ربي يا ربي يا ربي راجاي هذك الشر اللي قد يحرمني من النعمة والعياذ وبالله تعالى الدخوان وانت على الشراب وانت على كذا وانت على كذا أعوذ بالله أعوذ بالله نمشون الصنف الثاني اللي يهمنا هو اللي يفرح بلقاء رمضان فرحان ويتمنى فوقاش يتلقى هالضيف انت عرضي اللي يجيب لقى حال الخيرات قال لك اللي يفرح بقدوم رمضان فإن الله في آخر ليلة من ليالي شعبان ينظر إليه ومن نظر الله إليه غفر له ولا يعذبه وقبل منه الصيام قبل أن يصوم الله ولذلك كان نقول لك إن شاء الله يخصك بإذن الله تعالى تفرح هذه هي مدنة على الفرح وكانوا المغربة الله جزيهم بخير اللي موحل عادة زينة كان قبل ما يجي رمضان نصمعوا البارود والصغارات واحد شي كبير بحل رمجاي شي حاجة كي يأبروا على ذلك الشي بالفرح اليوم إحنا والو الناس اللي يحفظوا يسترم نسألوا الله العفوة والعافية كل ما رمضان يقربه هو يزيد يتجمه كل من يزيده باقي ثلت يام حتى يبقى لك بحال الجلدة دي الكبش اليابسة ما بقى فيه والو تقول تايلة را غادي تعذب بحال را غادي يدخلي يقول لها الدق حتى رمضان هذا صعب را في الصحة وفي الإيمان وفي الرحمة لقد نجي نذكر لكم هالليلة الخيرات اللي في ما نكملش لكننا غين نقول لكم غين نقول لكم مواضرة دروس خراء هم هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة نهدروا على اللي رام فارحين برمضان خليني اللي كارحين وخليني اللي ما بغوش يصلوا اللي فارحين والله يجعلنا منهم إن شاء الله هذا اللي فارحين برمضان عودك كلها وكيفش هي اروحوا يستعد لرمضان كاللي رايز يستعد لرمضان باش ماشا رايز يستعد لرمضان يزيد بالصيام يدير يدرب في شعبان كان رسول الله يصومه شعبان بزاف هل حقاش يدرب انت يلا بغي تلعب الكورة تلعب الكورة تكون تيتولير هاش خسك تدير في السيمانة كاملة هاش خسك تدرب ما يمكنش انت يدخلك تلعب الكورة وانت ما تقدم عندك السوفل إلا ما عندك السوفل يديروك ليه الدمكة يديروه فين الاحطيات يديروك في الحقيقية طرق لقاس على الله لكن انت يا مثال صمت شعبان ومتدرب في العام وفرحان باش قل استعد بالإيمان زيد بالصيام زيد بالاستغفار زيد باش بتبرئة ذمتك أمام إخوانك تصلح روحك مع أخوتك يعني تزين روحك للقاء ضيف ربي شتودك اللي يجي عنده واحد ضيف عزيز عليه يمشي الدار واسمه يديرها ينقيها ويديرها الرحة وهو ان شاء الله تعالى يغسل ويمشط ويلبس شي حاجة زينة باش يطلقى ضيف نعم ما سيديك يشمى بين الناس أما إلا أنت فرحان به هو جايك ومخلي الدار الذبان الذبان ما منقياش وانت فيك الريحة نطع العرج ومكمل بحال الصمام كده يجي عندك ويقول له مرحبا رأك تقول له مرحبا وفرحان ولا كي يدخلها يقول الكابل عبيت اسمح لي اسمح لي واللي ما يمشي لشي دار أخرى اسمح فيك ولذلك الإنسان اللي كيف رحبا رمضان يستعد الاستقبال بالتوبة والأوبة وكثرة الطاعات وإصلاح حاله مع الناس ليكون أهلا لاستقبال هذا الضيف هذا اللي يبغينا وشي وحدين كدروا يستقبلوه باش الغريبيلات والدقيق والعدس والحمص الفول استوقت على خل شربة شبكية ولذلك واسمو كيدروا التليفيزيون كيدروا التليفيزيون قبل ما يوسر رمضان كل الشرارة فيها المغرب يوفر للصائمين في شهر رمضان ما تحتاجه بيوتهم ويوري الكواسمو يمشيوا عن صحاب القطو يمشي عن زلبيا القناطر يمشي عن صحاب ذو كي يقولون ذلك سلو ذو كشو والعطور أدقل تاكل شي المعدة 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 واسمو معناه بحل الصيام واسمو هو هو هي الكرشن تاعك باش نعام أسيدي تسحق كل حاجة أو وجدون الصائم وجدوا واسمو وجدوا الفول والحمص والعدس واللوبيا إذن واسمو واسمو غادي ديارتها يعني من الأول المقصود أنت الصيام مشا لأن أخصتك تجوع باش تفكر جعاني أخصتك ما تشبعش أخصتك يا عباد الله شهر رمضان إلى مثلا تنفق 500 ألف في الشهر ديالشعبان رمضان جوج مليون اللي ما تاكلش غي خالط ويجر 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 وكتمشي للسوق مور العاصر تصيف انت مشا القيرة والمدقة ما تصيفش مناصتك عند ممالي الحليم ولا عند مجزلابية ولا عند همي انتي هذا الصيام لا 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 إلا الله أحدك أخصلك عينيك فيه أحبابي من انت مشت تفترى معاشي واحدين والله ما تصيب منين تبدي ولا منين تكمل ما تصيب منين تبدي ولا من تكمل هالخيرات ولا كاش منا ويجر منين تاكل ذاك شي ويجر تصلي كدير تصلي تم مطح هذا اللي غدي إن شاء الله تعالى اللي غفره فرحان برمضان غادي يستعدو اسمه بالتوبة ويدي شي حاجة يعني هاد مسائل دي الملادي الاخر ويستعدو يبقى هم وهو غير 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 جمع وكذا ماشي هذا الآن إن شاء الله تعالى دخول رمضان آه كانت تكلمون عن اللي يحب رمضان وغادي إن شاء الله تعالى يستقبل رمضان زياد وغادي يفرح بالصيام ويفرح بفعل الخيرات هذا السمع الواش كان فيهم كان فيهم واحد واحد الفئان تعالى الناس اللي الصيام عندهم واسمه هو هو الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الصيام واسمه هو هو غير المكلة وشراء كيوذ المغرب انطلج أضرب 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 عنده واسمه هو على الطعام والشراء وفي النهار اسمه إما ناعز زياد إما التلفزيون المسلسلات إما الانترنت إما القهو والقمر إما معناته يفهم بالصيام هو ما ناكل وما نشرب أما كل المحرمات أفعلها أضرب الناس النساء يقلسوا مع بعضهم بعضهم من العاصر عافلنا غير برح وياك شو كدر شو كي في هالشي غير تقول أنت غير يجلل بشتادك الجبر دي هذا كان كلم صايمين هذا كان كلم صايمين ولذلك اللي أضرب الناس زياد واللي يشوف الحرام واللي يكذب هذا يخرق صيامه لأن رجل ديال الصيام تعم أكلتش وما شربتش يعطي لك ربي ولكن الذنوب اللي كديرها كتصم عن الحلال وتفتر عن الحرام تاكل الحم ديال خوتك الغيبا تاكل الحم تاكل خوتك يعني ما كليتش البططة اللي حلال لكن كليت الحم تأخوتك أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم هو تهضر في الناس في رمضان تغش في رمضان في البيع والشجرة عندك الحليب ما عندش وانت بخليه الأخور ما عندش تكذب تغش تسرق هذا هذا يسميه صيام هذا اسمه الإمام الغزالي صيام العموم صيام العام يصوم على الطعام والشراب ولكن يطلق العنان للجوارح ليعصي الله بها وهو لوفقها مقصد الله من الصيام والتقوى يعني كما ها هو الطعام كاين في النهار وغيانة وصيدة ربي وما ناكلش نقول ربي فرض علي الصيام ما ناكلش كذلك إلى الحلال وممنوع علي رهي ربيني الله على أن الحرام نبعد عليه من باب أولى ربي قال للحلال وبعد عليه الباطاطمة تكون عشتات غرب الشمس فين عدله هو حرام فرام غير رامضان لأضرف الناس ربي ربيني على أنني أترك ما أحل الله لي لكي أكون أبعد الناس على ما حرم الله عليه فإن كنت قد امتنعت عن الحلال فمن باب أولى أن أبتعد عن الحرام فكيف يعقل أن يمتنع الصائم عن الحلال ويتعاطى للحرام إذن ما فقهت مقاصد الله من وراء الصيام إلى أن تتمتنع الحلال ودر حرام يعني ما فهمت شا ربي واسمه بغاك ربي بغايا ربيك يقول لك هذا الحلال ويتخليه فمن باب أو لا أن تبتعد عن الحرام هذا مسكين خاسر ما معنى خاسر يعني منين غادي يجمع له ما بين الآجر ديال الصيام بتاع المكلة على المكلة والشراء وما بين الأثام اللي دارهم ربما يدي 100 حسنة على الصيام ولكن على الغيبات 700 سيئة والغش 800 وكذا يجمع له في التالكي والذل المغرب يسيب رحو فيه ماذا حال مثلا 9000 سيئة يا يا سبحان الله قال رسول الله رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب وش حال من واحد يصوم على المكلة والشراب وليس له أجر وعنده غير التعاب وعنده غير الجوع وش حال من واحد يصلي والطراويح ما عندوش الأجر عندو غير التعاب غيره طلعها ود أو يا ربي وش حال وعلى يا ربي وش حال وعلى هذا ما نكونوش منه إن شاء الله اسمتها ولدي اسمتها بنتي هذا ما نكونوش منه ياوه اسماته انشكونوو نكونوه الدرجة اللي حسن كيما نصوموا على الحلال نصوموا الجوار هكول شي اعل أحرام العينين يصوموا ما يشوفوش في الحرام في التلفزيون في العاوراة نتع النساء ولا نتع الرجال ما يشوفوش الحرام تماما الوذنين ما يسمعوش أحرام يصوموا اللي ما يتطموش أحرام يصوموا الرجلين ما يمشيوش المكان تاع الحرام خصيصومو الكرش ما يدخل لاش الحرام خصيصومو القلب ما يدخلش فيه الوساوس والهواجس انت عيبليس خصيصوم وذلك سيدنا العلماء يقولون صيام العينين البكاء يبكيوا وصيام الأذنين حسن الإصغاء اسمها مزيلا القرآن وصيام اللسان الذكر والدعاء وصيام اليدين البذل والعطاء وصيام القلب الخوف والرجاء لا إله إلا الله ربي ولا أشركوا بي أحدا هذا اللي يخصي ديره اليسان العينيه يبكيوا ندما مما اقترفته يده من المعاصي ولي يندم إلا ما ربحش انتاو ماوليتش في رمضان فوقاش تقول لي إلا ما ندمتش عن الشي اللي فات في رمضان فوقاش تندم إلا ماوليتش في هالفرصة وستغلتها واشت انت يا عندك اليقين باللي تعيش للعم ما عندك مش حال واحد يصم معنا العم اللي فات وهال العم ما راش معنا مشاه مش حال صحابنا صموا معنا العم اللي فات والآن ما رامش معنا مشاه وعند ربي يتمنده وكان كانوا معنا حتى وما يوصلوا لهال الخير شو شو وخاصة شهر رمضان يا شبابنا شهر رمضان هو شهر القرآن اقرأوا القرآن نزر بالقرآن في رمضان تسمعوا القرآن وتقرأ القرآن والدارس القرآن كانوا سيدنا العلماء كي يجي شهر رمضان يطويوا كل شي العلم ويقبلون على القرآن يقولوا شهر رمضان هو شهر القرآن حتى الدروس ما يبقواش يديروا الدروس يقول لك سيدي هذا رمضان نزل فيه ربي القرآن رمضان والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام يا رب منعت عبدك الطعام في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا ربي منعت عبدك النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان القرآن ورمضان القرآن ورمضان ماذا يجيوك يشع فيك إذن هذا الصيام الزين هو تصم كما صمت على الإحلال بكرشك تصم الحرام بجوارحك هذا هو الصيام اللي بغى سيدي ربي سبعنا ماذا يواج صيام العينين البكاء والأذنين حسن الإصغاء واللسان الذكر والدعاء واليدين البذل والعطاء والقلب الخوف والرجاء الثالثة اللي هي قاعد أحسن بهم هذو اللي فرح برمضان مش يصموا فقط عن الطعام ولا يصموا فقط من جوارحهم على الحرام كان واحد الصيام الخور اللي هو اسمه أديان القلب القلب يصوم مش يغل جوارح حتى القلب يصوم كيف يدير يصوم القلب القلب كيف يدير يصوم كيف يدير القلب يصوم ما تقف على باب القلب فلا يدخله إلا الله ما تخليش قلبك يدخله شي وسواس ولا هاواجيس على الشيطان القلب ديالك دائما تستحضر الله حاضر معك مولانا ترقبه كأنك ترى الله فيما تكون اتق الله حيث ما كنت فيما مشيت ره معك ربي تستحضر القرب ديال الله والمراقبة ديال الله والمشاهدة انت عربي لك فيما كنت حتى تقول لي حشمان سيد يا ربي كان سيادنا ما يقدرش يشوف في اسمه علاش حياء من الله إلا شف في اسمه يطع دائما يشوفها يمشي كما أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رضي الله عنه يمشي ورأسه إلى الأرض من شدة هيبته من ربه الله الله إذا هذا الصيام هذا فيني والصيام كفرت ما ترقب مصيد ربي في الصيام منعني مشناك الوخة بوحدي تزاد تطور هذا الشعور حتى ولا الشعور يلزمني ويلازمني ويصاحبني فين ما كنت كان استشعر باللي ربي معايا ما يمكن ليش نخون ولا نسرق ولا نغش ولا نخدع لأن ربي صحانه رامض طالع عليا هذا هو المقصود انت على الصيام وصل للحالة اللي ترقب فيها الله في كل أحوالك وأحيانك أربي يراه معاك أربي يراه معاك هذا هو المقصود سيدنا عمر يتمشي في الليل ويسمع المرأ آف لانا يا بنتي خلطي الحليب مع الماء ما حد عمر راه نعس لعله أعسر ربحو شوية باش نخدمو على هاللي تاما زيدي شوية الماء يا بنتي مع الحليب تقول لها البنت انتحة ممتي إيلا راه غايب عمر وعمر نعس واشي نعس رب عمر ما تحشميش هما بسيد أرضي زي ما حتى يكون معنا عمر عادوا عادوا من ورب عمر اللي راح يشوف فينا سيدنا عمر دال عليها الكروة وزوجها الولده خلت له بنية والبنية وجهة عبد العزيز وخلولهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من هذا من هذا المرأ اللي كانت عندها الحليب شو سيدنا رضي الله عنه هذا هو الحالة اللي يوصل الله الإنسان لك أن يصوم كما يريد الله تعالى إذن هذرنا في هذا النهار إن شاء الله تبارك وتعالى عن المسألة لولا إن رب يبغى يفرض علينا واحد حاجة يورينا الخيرات انتحها والمقاصد انتحها باش نديروها وإحنا فرحانين المسألة الثانية إن كينشي ناس منين يجي هذا الشهر طاع رمضان يغضبوا ويكرهوا هذو ما يشوفش فيهم سيدنا ربهم ما يقبلش كينشي ناس اللي يفرحوا برمضان رب يصبح على الزوج يقبل بيهم اللي يفرحوا برمضان والاستعداد وواحد يستقبله بالغريبيلة والهرب كينتوص الرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى الصيام دي الرمضان كاللي يصوم على الكرش ويمقى يعصيل الله بالجوارح هذا عنده الرتبة اللولة اللي يحسن منه هو اللي يصوم بالكرش ويصوم بالجوارح واللي يحسن منه هو اللي يصوم بالقلب دياله اللي يوصل الوحل حالة أنه يستحضر رباه ويراقب مولاه في كل حركاته وسكناته في خلواته وجلواته وفي كل مكان وفي كل زمان الله يدخل وعلينا وعليكم الخير والإيمان والصحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة